شكراً لهذه المقابلة ولهذه الفرصة وبخصوص الهدف من زيارتي أتيت إلى هنا مع صحفيين آخرين كفريق وبالطبع جئنا إلى هنا لفهم ما يجري في منطقة الشمال السوري وللتعرف عن قرب على طبيعة العملية السياسية التي تجري في هذه المنطقة زرنا أماكن عدة وقصدنا مدن مختلفة ككوباني ومنبيج والقامشلي وعامودة وكانت فرصة لنا لفهم حقيقة وطبيعة هذه المناطق وأوجه التنوع الذي تتميز به كل منطقة عن المناطق المذكورة وصدقاً كان هذا العمل ملفتاً للانتباه ولدا سؤالنا هل زيارتكم هذه يمكن النظر إليها على أنها ستفتح أبواب التعاون بين إيطاليا ومناطق الشمال السورية أنا سياسية مستقلة وبالطبع لا يمكنني الحديث باسم الحكومة الإيطالية لكن هذا النوع من التعاون قد بدأ مؤخراً إذ كنت تتحدثين عن منظور شعبي فهناك مشاريع نعمل عليها أيضاً لتطوير العلاقات على هذا الصعيد ويعد ذلك أمراً هاماً للنخوض بتلك العلاقات مع شعب الشمال السوري كافة نعم أظن أننا سنعمل جاهداً على تحقيق ذلك هذا أمر مهم ويجب علينا أن نتعاون أكثر في كل المجالات إنه مهم ويجب علينا أن نتعاونه ويجب علينا أن نتعاون كيف نتعاونه ولكن نعم، أعتقد أن هناك ممكن ويجب علينا أن نفعله عند عودتكم إلى